اكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاء اعتزازه بجهود فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تهيئة سبل النجاح وتوفير كافة المقومات المطلوبة خلال مراسم احياء ذكرى عاشوراء والتي ستبقى بخصوصيتها وطابعها الروحاني أبرز أركان الحريات الدينية والتعددية المذهبية التي تنعم بها مملكة البحرين على امتداد العصور وأضاف جلالته أن احياء ذكرى عاشوراء هذا العام اتسم بأعلى مستويات من الانضباط والتنظيم بما يؤكد رحابة البحرين كمجتمع منفتح ومتجانس وواحد إخاء وسلام وسط عالم لا سبيل أمامه إلا التعايش والتعاون من أجل صالح الجميع وثمن جلالته ما قامت به الأجهزة الحكومية كل في مجاله من جهود حثيثة ومتكاملة لإحياء ذكرى عاشوراء موشيدا بتقديم كافة الخدمات الأمنية والمجتمعية وإحاطة الشعائر بالعناية والمتابعة اللازمة لضمان ممارستها بحرية وأريحية موشيدا جلالته بجهود المؤسسات والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومجلس الأوقاف الجعفرية والعلماء والمشايخ الأفاضل ورؤساء المآتم والليجان المشرفة وجهود فرق العمل الميدانية من المتطوعين مثمنا جلالته ما أبداه الجميع خلال إحياء ذكرى عاشوراء من وعي ومسؤولية وطنية شاكرا حسن المتابعة ودقة وسلاسة التنظيم